السلام عليكم اليوم الحادي والثلاثون من شهر آب 2021 عقد اجتماع مجلس الوزراء كالعادة وكان هناك عدة تنويهات من السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر الشراكة والتعاون مؤتمر القمة لدول الجوار الإقليمي وفرنسا أولا أشاد سيد الكاظمي بجهود الوزراء ومكتب السيد رئيس مجلس الوزراء والمراسم وجميع الذين بذلوا جهدا طيبا في إنجاح هذا المؤتمر وفي هذا الصدى الواسع الذي ناله في جمع قادة رفيعي المستوى في بغداد وفي تحقيق هذه الشراكة والتعاون وهما عنوان المؤتمر مع هذه البلدان تركيا، إيران، مملكة العربية السعودية، الكويت، الأردن، مصر وبقية البلدان التي شاركت في المؤتمر هذا المؤتمر رعى مصالح العراق على نحو المتبادل مع البلدان التي حضرت ونجح العراق فيه في تتويج جهوده الدبلوماسية الحثيثة طوال عام لاستعادة دور العراق الإقليمي والدولي بما يليق بمكانة الشعب العراقي وتاريخه كان هناك أيضا تنويه من السيد رئيس مجلس الوزراء بالخطوات الجادة والمهمة التي اتخذتها الحكومة في قراراتها فيما يتعلق بالدبلوماسية التي نوهت بها قبل قليل وأيضا فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتقديم الورق البيضاء هذه الورق البيضاء هي مشروع إصلاحي للاقتصاد العراقي وقد نوهت بها مؤسسات عالمية في جديتها والنقاط التي شددت عليها الحكومة أيضا أخذت خطوات جريئة فيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة نحن وجدنا بعض المشاريع مضى عليها عشرات السنين وهي متوقفة أضرب مثالا واحدا بالطريق السريع الذي يربط اليوسفية بالدورة وقد بعث هذا المشروع من نومه العميق ومن سباته الطويل لنعمل عليه الآن والسيد رئيس مجلس الوزراء ضرب به مثلا الحكومة أيضا أخذت خطوات جريئة في مكافحة الفساد وتعلمون لجنة مكافحة الفساد وإنجازات التي باتت معروفة للجميع أما في الانتخابات أيضا كانت للحكومة أعمال واضحة وقرارات في مجلس الوزراء دعمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي كل مرة ننوه بهذا وهي سهلت أن تكون المفوضية على استعداد لإنجاز الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول القادم وهو وشيك الحدوث ثم كانت هناك حف على تشجيع المواطنين من الجميع على المشاركة في الانتخابات إذا ما كان هناك أمر يحسم الإصلاح السياسي في العراق فهو التصويت في الانتخابات وحث المواطنين على المشاركة الواسعة كانت هناك مناشدة واسعة للمرجعية الرشيدة في أن تحث الناس على المشاركة في الانتخابات مناشدة للإعلاميين والمثقفين والقوى السياسية والمؤسسات الشبه الحكومية والمنظمات في أن تقوم بحملة واسعة ونحن نقترب من الانتخابات في حث الناس على الذهاب إلى صندوق الاقتراع فيما تعلق بأعمالنا الحكومية أيضا كان هناك نقاش وكلام في تجاوز العقبات البيروقراطية في إنجاز أعمالنا هناك كثير من أعمالنا في المؤسسات الحكومية تتعكز على مسائل الإجراءات القانونية وعلى إجراءات بيروقراطية تؤخر أعمالنا حقيقة بحث هذا الأمر اليوم لكي نتغلب على عقبات بيروقراطية تحول دون إنجاز مشاعرنا وكان هناك تجيع من السيد رئيس مجلس الوزراء على العمل على تخفيف هذه البيروقراطية كان هناك أيضا تبني لمشروع مهم سبقا كان هناك تنويه فيه مجالس ماضية واليوم جرى تبنيه في مجلس الوزراء المشروع هو مشروع صندوق الأجيال طلب السيد رئيس مجلس الوزراء دراسة وتصورات لهذا المشروع صندوق الأجيال يحاول أن يؤسس لضمان اقتصادي للأجيال العراقية القادمة كان هناك حديث عن النفط كونه فروة تنظب وتزول وفي بلداننا في المنطقة وفي بلدان العالم النفط مرة يكون نعمة ومرة يكون نقمة ابتلاء نحن نحاول بتبني هذا المشروع الذي هو ليس بجديد لكن لم تتبنه حكومة سابقة اليوم في مجلس الوزراء جرى تبني مشروع صندوق الأجيال وطلب إلى الوزراء تقديم دراسة وتصورات عن هذا الموضوع من أجل ضمان مستقبل العراقيين عادة ما نستهل أعمال الاجتماع بالصحة والكهرباء كونهما طاعين مهمين وأساسيين في الصحة نحن الآن سيد الوكيل دكتور هاني العقابي قال في تقريره لمجلس الوزراء أننا الآن في طور الموجة الثالثة لكن في نهاية هذه الموجة الثالثة من الوباء عمليات التلقيح في تصاعد كبير وهناك منافذ صغيرة فتحت في المؤسسات الحكومية يعني في وزارة الثقافة أضرب مثلا هناك منفذ للموظفين لأخذ اللقاحات بدل أن يتجشموا متاعب الذهاب إلى المنافذ البعيدة الآن في الوزارة نفسها لدينا منفذ وأعتقد هذا الأمر يسري على المؤسسات الحكومية والمؤسسات والوزارات التي لم تعمل على مثل هذا الأمر كان هناك تجيع من السيد وكيل وزير الصحة إلى أن تطلب هذه المؤسسات منافذ تلقيح لموظفيها هذا يسرع في الوتيرة أيضا تحدث سيد الوكيل عن وجود خطة من وزارة الصحة لإدارة الزيارة الأربعينية التي كما تعلمون يحتشد فيها الناس بالملايين وبحاجة إلى إدارة ناجحة وحصيفة لتجنب انتشار الوباء في الكهرباء كان هناك أيضا استضافة لسيد عاد الكريم وكيل وزير الكهرباء الذي تحدث عن الواقع الكهرباء الآن ولقي دعما من المجلس وكان هناك إقرار لتوصية المجلس الوزاري للطاقة بخطة لوزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية وصولا لقدرة إنتاج قدرها سبعة ونصف ميك جيجا واط هذه تقدمها شركات أجنبية هذه المسألة تدرس وزارة الكهرباء جدواها الاقتصادية من أجل إقرار الخطة ومن أجل استحصال الموافقات اللازمة لها وزارة المالية أيضا معالي وزير المالية الدكتور علي علاوي تحدث عن فكرة زيادة رئيس مال المصرف الصناعي وبسط تفاصيل هذا الموضوع وكيف أنه يدعم الاقتصاد ونال موافقة مجلس الوزراء على زيادة رئيس مال المصرف الصناعي بمقدار 150 مليار وهذا طبعا مستند إلى أحكام قانون الشركات وكذلك كان هناك تخويل لهيئة العامة للضرائب بالتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق وأوكران نأتي إلى موضوع مهم طرحه السيد معالي وزير الدفاع الفريق جمعة ناد يتعلق بمشروع قانون خدمة العلم أولا من حيث المبدأ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خدمة العلم هذا المشروع دققه مجلس الدولة وسيحال إلى مجلس النواب قانون خدمة العلم بقي في الأدراج طويلا وتعلمون أن المسوّغات لإعادة التفكير بهذا الموضوع كما بسطها السيد وزير الدفاع هي مسوّغات تتعلق بشبابنا من العراقيين وعودتهم إلى الخدمة الإلزامية الخدمة الإلزامية لها تاريخ حافل في العراق منذ العام 1932 عام استقلال العراق شرع هذا القانون تحت عنوان قانون الخدمة الإجبارية عدل اسمه لاحقا إلى قانون الخدمة الإلزامية وهذا القانون ألغي في 2003 ومنذ العام 2003 حتى الآن حتى هذا اليوم يعاد النظر فيه لأن دستور المادة التاسعة يسمح بذلك واليوم الحكومة صوتت على هذا القانون وإعادته وسيحال إلى مجلس النواب أستمع الآن إلى أسئلتكم السلام عليكم دكتور مصطفى الشماري مراسل قناة السومرية دكتور وثيقة الحوار الوطني تتكون أو تتألف من 17 نقطة بعضها يندرج تحت مسمى التحديات وعلى غرارها عادت بعض الكتل المقاطعة شريطة أن تلتزم جميع القوى بتنفيذ هذه الوثيقة السؤال اليوم يعني ما مدى إمكانية أو إلزام القوى السياسية بتنفيذ هذه الوثيقة من قبل الكتل السياسية النيابية وكذلك الحكومة وهناك تحديات في هذه الوثيقة يعني نقطتين مهمتين جدا يعني الأولى تتحدث عن كيفية الحفاظ على نزهة الانتخابات والثانية هي حصر السلاح السلاح المنفى لتأقصد بيد الدولة شكرا جزيلا بالتأكيد النقاط كثيرة في هذه الورقة وكلها مطالب إصلاحية القوى السياسية منذ مدة بعيدة أعلنت مع الحكومة تضامنها وسعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة لأن هذا جزء من تثبيت سيادة الدولة وهيبتها ألا يكون هناك سلاح خارج الدولة هذه الأمور أعتقد عليها إجماعة وفي هذه الورقة التي كما سميتها هي مطالب إصلاحية ينشدها الجميع يحققها الجميع عبر الانتخابات تسعى إليها الحكومة عبر أعمالها اليومية ولذلك لا غبار على أن الالتزام بهذه المبادئ التي طرحت في الورقة هو أمر أساسي لإقناع العراقيين بأن هناك تغيرا في المنهج السياسي في الحكومة وفي ترتيبات القوى السياسية السلام عليكم صالح الطيب من قناة ديوان فضائية تحدثت سيادة الوزير عن قانون الخدمة الإلزامية تم تمريره في مجلس الوزراء هل تم تخصيص أموال لهذا القانون في موازنة عام 2022؟ وأنت تعلم حضرتك هذا القانون يحتاج إلى تبيعات مالية كبيرة اليوم جرت تصويت على مشروع القانون هذا القانون فيه تفاصيل كثيرة فيه جوانب مالية فيه جوانب تتعلق بأعداد من يندرج في الخدمة الإلزامية فيه تفاصيلات تتعلق بمن يدفع بدلا لكي يتجنب الخدمة الإلزامية فيه تفاصيل تتعلق بمن يكون وحيد عائلته فلا ينطبق عليه القانون لمجلس الوزراء وضعت ملاحظاتها ولقيت استجابة من المجلس الآن القانون سيذهب إلى مجلس النواب وهناك ستجرى مناقشات عنه ويتم تثبيتها وإقرارها إذن البسألة ما زالت في طور التشكل هذا القانون لن يكون قانونا نافذا إلا بتصويت مجلس الوزراء والتفاصيل فيه أعتقد ستخضع لمناقشات كثيرة ولذلك لا يجب أن نبرز تفصيلات معينة قد لا يتفق عليها مجلس النواب فدعنا ننتظر حتى إقراره في مجلس النواب ونبدأ في إضاحة مع للوزير السلام عليكم محمد فراس مراسل قناة التغيير الفضائية مع للوزير أزمة الكهرباء أصبحت لربما أزمة متجددة سنين طويلة مرت لم تكن هناك حلول تغير واقعها هناك إحدى الحلول المطروحة هي الربط الخطوط مع دول الخليج إلى أين وصل هذا المشروع وهل سيحسن في المرحلة المقبلة؟ نحن دائما نتحدث عن الكهرباء في كل مؤتمر صحفي وأعتقد في كل مرة تنال وزارة الكهرباء تصويتا على قرار ما أو على تبويل ما هذه الحكومة تشعر بأهمية هذا القطاع وبأهمية إصلاحه أيضا وبأهمية الاستعداد إلى الأيام القادمة وأمامنا تحديات تحديات لا تتعلق بالربط الكهربائي الربط الكهربائي مشاريع ليس فقط مع الخليج بل مع الأردن ومع تركيا ومع إيران كل بلدان الجوار لدينا معها مشاريع في الربط الكهربائي وكلها تمضي تباعا ضمن خطة مرسومة بعضها قطعنا فيه شوطان بعضها ما زال في طور التفاوض بعضها فإذن هناك تفاصيل لكل مشروع لكن هذه الحكومة وكما هو واضح تشدد على دعم الكهرباء اليوم نحن صوتنا لقرارين في دعم الكهرباء قلت أحدهما والآخر ربما لا يحظى بالتفصيلات في هذا المؤتمر على العموم أنا أقول هذه الحكومة لم يخلو مجلس للوزراء لمجلس الوزراء الاجتماع لمجلس الوزراء من اتخاذ قرارات بصدد دعم الكهرباء السلام عليكم دكتور محمد الخالد من وكاة آشور بداية نقدم شكرنا وتقديرنا إلى دولة الكويت الشقيقة باستبرارها خاصة في المجال الصحي بتزويد العراق بقناة الأوسيد في ظل أزمة كورونا سؤالي دكتور هناك مطالبات رسمية وشعبية بإنهاء ملف التعويضات والأسرة لجانب الكويت هل تم بحث هذه الملفات مع رئيس الوزراء الكويتي في زيارة الأخيرة أثناء مؤتمر التعاون والشراكة وهل هناك انفراج في هذه الأزمة يعني فيما تعلق بالعلاقات الثنائية مع دولة الكويت أولا نحن نشكر جميع البلدان التي حضرت المؤتمر وكانت كلمات الرؤساء والملوك ووزراء الخارجية ورؤساء الوزراء الذين حضروا مشجعة وداعمة للعراق دعما جليا حقيقة الكويت كانت من بين هذه البلدان التي حضرت وكانت الكلمة واضحة وجلية في دعم العراق ولنا تفاهمات مع دولة الكويت وتذكرون أن سيد رئيس مجلس الوزراء وطاقم من وزرائه كان في سفرة إلى الكويت قبيل مؤتمر الشراكة والتعاون ونحن على تفاهم تام مع دولة الكويت ليس فقط بهذه النقطة أعتقد أن التعويضات الآن تتخلف إلى الوراء أمام مشاريع أهم وأكبر تحاول دولة الكويت دعم العراقيين فيها شراكات اقتصادية جوانب ثقافية تربطنا أيضا فلذلك نحن لا نشدد على نقطة أساسية تتعلق بتعويضات معينة إذا كانت هذه الدولة سباقة في دعم العراقيين ونتذكر نحن في العام 2018 كيف كان هناك مؤتمر دولي ضخم لدعم العراق وجمع الأموال للعراق ولإعادة بنائه السلام عليكم عمر يشام وكالة نينا الأنباء بخصوص الموازلة العام المقبل سيادة الوزير هل سنرى إقرارا قريبا لها قد يكون قبل أو بعد الانتخابات أم هنا ستترك إلى الحكومة المقبلة شكرا جزيلا المتابع لاجتماعات وزارة المالية برئاسة سيد دكتور علي علاوي وزير المالية يلاحظ أن هناك اجتماعات كثيرة متلاحقة لرسم ميزانية العام 2022 حتى الآن لم تدعى الوزارات لمناقشات حول الموازنة لأن العمل يبدأ أولا في وزارة المالية لتخطيط الموازنة ثم تدعى الوزارات لرسم ملامح موازنة خاصة بها متابعة الشخصية للاجتماعات التي عقدت في وزارة المالية لرسم موازنة 2020 تنبئ بأننا نريد أن نتعلم درسا من الموازنة المتأخرة للعام 2021 ونريد أن ننجز هذه الموازنة بأسرع وقت ممكن شكرا جزيلا